تعدى للفريق الاول لقرة القدم بالنادر الاسماعيلي مع البنك الاهلي بهدف لكل منهما خلال المغراء الودية التي اقيمت مساء اليوم على ملعب اتحاد الشرطة بالقاهرة وذلك استعدادا لاستئناف مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الاندية المحترفة ومسابقة الدور الممتاز سجل هدف الدرويش لاعبه محمد عبد السميع بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من محمد ايمن وعماد حمدي ومحمود البدري وعمر الحلواني في خط الدفاع ومحمد بيومي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع وسايكو كونتيه ومران حمدي في خط الوصف وديجو فرناندو في خط الهجوم وفي اشروط التاني شارك خالد النبريسي ومدحة فقوسة وحازم مرسي في اطار حرص الجهاز الفني للفريق بكهازة حمزة جمل على تجربة مجموعة من الخطط الفنية بجانب اشراك اكتر من لاعب في عدة مراكز لتحقيق مزيد من المرونة التكتيكية خلال الفترة المقبلة والجدير بالذكر ان الدرويس سيعود للاسماعيلية بعد ختام سلسلة ودياته بالقاهرة والتي على اثرها فضل الجهاز الفني البقاء هناك لتجنب تعرض اللاعبين للارهاق اشتركوا في القناة